هو حقيقة في بعض العبارات التي تعبر في كيف المرأة تكسب الرجل وكيف تخلي الريال يتعلق فيها وأغلب هذه العبارات لها علاقة بشهوة الرجل يعني إما معدته اللي هي شهوة الطعام أو غرفة النوم اللي هي الشهوة الثانية في العلاقات الخاصة فإذا المرأة أحسنت الدخول من بوابة الطعام أو الدخول من بوابة العلاقة الخاصة هكذا يقال دائماً عن الرجال في هالحالة صار الرجل مثل الخاتم بصبعها وملكته لكن السؤال هل هذه قاعدة لكل الرجال الجواب لا فيه كثير من الرجال ما يهم معدته بشكل أساسي أو عند المطاعم متعود عليها ويطلب طلبات توصلها للبيت ما عنده مشكلة في الموضوع وفيه بعض الرجال ما عنده قضية غرفة النوم قضية أساسية واليوم حسب الدراسات والإحصائيات 30% في العالم عندهم نسبة عقم هذا غير الضعف فإذن مو دائماً هالبوابتين هم اللي يملكون فيها النساء الرجال طيب إذن لو أنا أبيخلي زوجي حبني هل في بوابات ثانية غير هالثنتين؟ الجواب نعم فيه ثلاث بوابات خطيرة جداً ومهمة جداً ثلاث مداخل المدخل الأول أنا أشوفه هذا أساسي جداً اللي هو الاحترام المرأة ممكن تملك زوجها لو الزوج عنده شعور باحترامها له هذا مدخل مهم المدخل الثاني وهذا كل الرجال يحبونه ما في رجلين يختلفون عليه اللي هو الامتنان شوني يعني الامتنان؟ الرجل عنده عطاءات عنده أعمال عنده مبادرات عنده إنجازات سواء على مستوى الأسرة أو الأولاد أو الأهل لما يلقى مرأة تقدر هذا العطاء أو تشكر هالإنجاز أو تمدح هالمبادرة الرجل من الداخل يشعر برجولته يشعر أنه سوى شيء وأنه فيه أحد قاعد يقدر وقاعد يحترم وقاعد يشوف أهني هذه نقطة ضعف الرجل ليش؟ لأن كل الرجال يحب يكون شيئا مذكورا ويحب أنه يكونوا وقع يسوي شيء فلما يصير المقابل فعلا فيه امتنان يشعر بالاستقرار والراحة والشيء فعلا هي تمتلك الشيء الثالث اللي هي نقطة ضعف الرجال حسن التدبير الرجال بشكل عام عندهم القضية المالية أساسية في إدارة الحياة أو في المعيشة ليصار عنده وحدة مسرفة مبذرة يكش أو يمسك يصير بخيل أو يصير ما يحب هالبيئة اللي هو فيها لأنه يحس التعب اللي قاعد يتعبه قاعد يروح أباء منثورة لكن لما يشوف عنده وحده تحسن التدبير وتساعد في التوفير هلا مو يحبها يتعلق فيها ليش يتعلق فيها لأنه تعلق فيها مرتبط في حماية ماله وإدخار فلوسة فصارت هي مثل الموسيلة في الموضوع فاملكتها واملكت قلبها هذه ثلاثة ووابات أنا أشوفها مهمة لاحترام لامتنان حسن التدبير يبقى عاد فيه أشياء خنسميها خفيفة وصغيرة وسريعة اللي تخلي الريال يتعلق في المرأة اللي هو بند التشابه خنسميه هو يحب السفر هي تحب السفر حبه وبعض زيادة تعلق فيها زيادة أو مثلا يحب الطبخ أكوريائي اللي يحبون يطبخون وهي تحب الطبخ وتساعدها في الطبخ يتعلقون ببعض أكثر عنده هواية الرسم وهي تحب ترسم أو تصور ركبه على بعض أكثر حبه بعض أكثر هو مثلا يحب العمل النقابي أو السياسي وهي تحب العمل النقابي أو السياسي اندمجه أكثر هو يحب النشاط الخيري أو العمل الخيري وهي مدمنة عمل خيري حبه بعض أكثر هذه أنشطة نسميها مشتركة يتشذي بهالحالة يتعلق الريال في زوجته لما يشعر أن الثانية سفينة واحدة مو كل واحد فيهم سفينة وكل واحد فيهم يغني على ليلا بروحة لا فهذه يعني النقاط التي تخلي المرأة فعلا تتعلق في الرجل أو الرجل يتعلق في المرأة شكرا